اشتركوا في القناة الكرة المصرية نجم النادي الاهلي ومنتخب نصر السابقا الكابتن احمد بلال ودلوقتي كالمعتاد هنبدأ مع حضراتكم باخبار الوسط الرياضي والكرة بشكل عام في مصر وفي مقدمة الاخبار طبعا اللي بنتبعها وبنهتم بها اخبار النادي الاهلي واستعدادات فريقنا الاول لكرة القدم في النادي الاهلي للمباريات المقبلة في تركيز من ادارة الكرة في النادي الاهلي ومن الجهاز الفني من مدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيز على تطبيق اللوائح والقوانين وضبط الامور والانضباط باقصى درجة ممكنة وده معروف في كل اندية البطولات في كل الاندية الكبيرة على مستوى العالم كله مش بس نتكلم عن الكرة في مصر عشان كده بيبقى فيه حرص على توقيع الغرامات او العقوبات على اي لاعب يقصر باي شكل من الاشكال لان النادي الاهلي في الفترة الجاية بعد الجهد الكبير جدا اللي بذلوا مجلس ادارة النادي الكابت محمود الخطيب لجنة التخطيط والتطوير لكرة القدم التعاقد مع ريني فايلر الصفقات المميزة اللي خلت فيه كتيبة مميزة جدا من النجوم اللي الناس بتشوف انها المجموعة الافضل على مستوى مصر وافريقي حاليا واللي ان شاء الله بنأمل باذن الله انها تعيد الفوز والصدارة في القارة الافريقية والفوز باللقب الافريقي في الفترة القادمة والتقلق من جديد في كأس العالم الاندي جهود لاعبينا ونجمنا اللي احنا واثقين في قدراتهم محتاجينها في كل المباريات المحلية والافريقية كل اللاعبين ان شاء الله يبقى لهم ادوار وشايفين السيناريو ده في الرؤية الفنية والاختيارات الفنية للمدير الفني وجهازه المعاون المدير الفني ريني فايلر اللي بيعمل روتيشن وتبديل وتغيرات في التشكيل عشان دايما يخلي فيه جاهزية كاملة واستعداد وكل التركيز يكون موجود باقصى درجة ممكنة عند كل النجوم للمباريات وان كل ما نحتاج لعب من لعبينا يبقى جاهز باقصى درجة ممكنة في هذا الاطار قرر الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة في نادي الاهلي توقيع غرامة مالية على صالح جمعة وهو من نجوم الفريق طبعا ومن اللاعبين الاكثر موهبة على الاطلاق في مصر في هذه المرحلة بعد التغيب عن ميران الغائبين عن قائمة مباراة الاهلي وكانوا سبورت اللي أقيمت مساء أمس السبت في مباراة العودة في دولر 32 من بطولة أفريقيا واعتقد أن ده المفروض يمثل تحدي وحافظ اللاعبين كلهم أنهم يركزوا بأقصى درجة ممكنة يلتزموا بالتكليفات موعيد التدريب اللي بيدخل قائمة مباراة اللي ما بيكونش موجود اللي بيشارك كأساسي اللي بيكون في قائمة البودلاء أو على ديكة البودلاء الكل بنفس درجة الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي وإدارته وجماهيره محتاجين جهود كل نجمنا ولاعبينا في المرحلة القادمة وإن شاء الله الكل هيكون له دور بسمات الأندية الأبطال في العالم كله والنادي البطل زي النادي الأهلي محتاج دايما يكون كل لاعبيه بكل القائمة كل من يدخل قائمة أي مباراة ومن يخرج حتى من القائمة يكون جاهز للمباراة الأخرى اللي ممكن يتم اختياره لها ويكون على نفس درجة الجاهزية والتركيز شأن النجوم اللي بيبدأوا المباراة في التشكيل الأساسي إن شاء الله نستفيد بجهود كل النجوم ومنهم صالح جمعة بالتأكيد ما فيش خلاف على موهبته ويكون من العناصر المؤثرة جدا في الفترة القادمة أيضا كان فيه تأسيمة وفقرة تصويب على المرمى مركز جدا الجهاز الفني والمدير الفني ريني فييلر على التسديد من زوايا وأماكن مختلفة في الملعب على المباراة على المرمى لأن دي من الأمور اللي بتحل المشكلات والتكتلات الدفاعية اللي بتكون دايما مشكلة دائمة بيواجهها النادي الأهلي والأندية اللي دايما بتكون ضاغطة جدا هجوميا على المنافسين وفي مقدمتهم النادي الأهلي طبعا ده هيحل مشاكل كتير قوي لأنه مهارة التسديد لو أتقنها نجمنا في الفترة الجاية هتكون من عوامل المؤثرة جدا في التهديف بكثرة في المباراة وهتحسم لقاءات كتيرة في الفترة الجاية إن شاء الله كان فيه جانب بدني مهم جدا بيركز عليه الجهاز الفني والجهاز الطبي ومخطط الأحمال تحت إشراف طبعا توماس بينكل كل الأمور الخاصة بالتدريبات والتجهيز البدني للعبين والتخطيط للأحمال البدنية وأيضا الأمور الفنية اللي بيشرف عليها بنفسه في الملعب ريني فيلر وأخصص الأهلي فقرة في نهاية الميران للتصويب على المرمى زي ما قلت لحضراتكم بمشاركة جميع اللاعبين اللي شاركوا فيه هذا التدريب لتجهيزهم لأن ده بالتأكيد من الأسطحة الهجومية القوية جدا التصويب والتزديدات على المرمى عمار حمدي بيؤدي تدريبات تأهيلية عمار حمدي لعب الفريق الأول في النادي الأهلي كمان بيتم تجهيزه بيؤدي جلسة في الجم وبعض الفقرات التأهيلية على ملعب التاتش تحت إشراف الكابتن طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل في النادي وده كان على هامش الميران اللي تم أو أقيم عصر اليوم وبيستعد نادي الأهلي طبعا لمباراة التركيز كله بعد المباراة الأفريقية والنجاح أكثر من رائع والشكل خططيا وفنيا والنتيجة الكبيرة كمان بلفوز في مباراة العودة بهذا العدد الكبير من الأهداف أربعة صفر على البطل غينيا الاستوائية طبعا هذه المباراة من مباراة أخرى الكيرف بيعلى كيرف الأداء بيزيد الناس عيدة أكتر وبتطمئن أكتر وأكتر مع كل مباراة وكل فوز على المستوى المحلي أو الأفريقي لنتائج العمل وثمار التعاقدات الجديدة واختيار أو تكليف والتعاقد مع ريني فييلر وبصماته الفنية وتطوير أداء الفريق وإشراك أكبر عدد ممكن من النجوم اللي كلهم هيكونوا إن شاء الله من العوامل الأساسية في الفوز في البطولات اللي بيشارك فيها الأهلي هذا الموسم محليا ودوليا إن شاء الله كان فيه كمان طبعا تركيز إحنا بنقول الأهلي بيفصل بين الملفات كلها المحلية والدولية التركيز كله على مباراة مساء الأربعاء المقبل إن شاء الله أمام الإنتاج الحربي بإذن الله يكون الفوز حليف والتوفيق حليف فريقنا في هذا اللقاء كان فيه تدريبات كمان نزول بالحمل البدني وتدريبات خفيفة للخماسي اللي شارك كأساسيين في هذه المباراة محمود وحيد رامي ربيعة أيمن أشرف أليو ديانج وأحمد فتحي ومن المكاسب الجديدة للفريق بإجماع أراء الجماهير ووسائل الإعلام الرياضية اللي تبعت أداء الأهلي في هذه المباراة الكل راضي عن أداء أليو ديانج وتقلقه في هذا اللقاء وإنه كمان هيكون إضافة كبيرة للفريق ومن أفضل الصفقات والتعاقدات اللي تمت في الفترة اللي فات كان خضوع الخماسي للتدريبات الخفيفة بالكرة تم في إطار البرنامج الموضوع لهم بعد مشاركتهم في المباراة مباراة العودة أمام كانو سبورت في مباراة العودة في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا وأجاي أيضا بيتم تخفيف الأحمال البدنية عليه في بعض الأحيان بعدما تقلق وبذل جهد كبير جدا في المباراة اللي فاتت كان فيه تكليف له بأن يؤدي بعض التدريبات البدنية الخفيفة في بداية التدريب عصر اليوم على ملعب التاتش في الجزيرة وقام باستكمال التدريبات في الجام وفقا للبرنامج البدني الموضوع للعب في ميران اليوم وأجاي عودته للتقلق منذ انطلاق هذا الموسم ومنذ بداية هذا الموسم من أهم المكاسب الفنية لفريقنا الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على مستوى أداؤه الدور اللي بيكلف به كراس حربة في بعض الأحيان كهدف للفريق أو كواحد من لعبي خط الوسط المهاجم اللي عندهم قدرات عالية جدا المهارات المراوغة قدراته على اختراق الدفاعات وأيضا قدراته التهديفية اللي بيوظفها ريني فيلر والجهاز المعاون بأفضل شكل ممكن وإضافة كبيرة جدا لخط هجوم الفريق استخدامه بأكتر من طريقة والاستفادة بقدراته بأكتر من طريقة في المباريات الأخيرة النجم واليد صلاح الدين واحد من نجوم الكرة المصرية ومن أفضل اللاعبين اللي شفناهم في تاريخ الكرة في مصر وفي النادي الأهلي من أمتع اللاعبين مهاراته الاستثنائية أداءه الممتع اللي كنا بنشوفه سواء في مشاركاته مع منتخب مصر أو مع النادي الأهلي بيبقى دائما أبدا في ذاكرة الجماهير الكرة بشكل عام في مصر وبشكل خاص جماهير النادي الأهلي وليد صلاح الدين بيقول لجنة التخطيط ساهمت في توهج الأهلي في هذه المرحلة بيؤكد وده طبعا نقلا عن بعض الصحف وبعض وسائل الإعلام اللي تبعت هذه التصريحات لنجمنا وليد صلاح الدين بيقول كابتن النادي الأهلي سابقا أن فريق النادي الأهلي بيعيش مرحلة استثنائية وتطور فني كبير ومرحلة يخرج فيها استثنائية طبعا عن الفترة اللي فاتت اللي كان فيها بعض الاضطرابات الفنية ولكنها بتتفق مع الشكل المتعرف عليه على مدار تاريخ النادي الأهلي وتقلقه على مدار عقود وسنوات طويلة بيقول الأهلي أفضل متطور فنيا شكله فنيا أفضل تحت قيادة المدارب السويسري أو المدير الفني السويسري ريني فييلر وبيضيف وليد صلاح الدين في تصريحات صحفية اليوم هناك جنود مجهولة تقف خلف هذا التألق وفي هذه الطفرة أو شاركه في صناعة هذه الطفرة التي ذهت في الأهلي وهم عناصر لجنة التخطيط في النادي الأهلي اللي سهمت في اختيار استفقات الجديدة وإعارة وبيع عدد من اللاعبين يعني ببساطة بيشوف أن اختيار المجموعة والتشكيل الموجود وقائمة الأهلي اللي بدأ بها الموسم محليا وأفريقيا هو اختيار موفق ده من وجهة نظر الكابتن وليد صلاح الدين اللي بيقول أن هذه الاختيارات أعادت النادي الأهلي لتألقه والكرة الجميلة وأيضا النتائج المتميزة وأضاف كمان وهو بيتكلم عن دور المدير الفني ريني فييلر بيقول فييلر يسير بشكل مميز في القلعة الحمراء بفضل القائمة المميزة اللي بيمتلكها الأهلي في الوقت الحالي واللي بيعتبرها وليد صلاح الدين الأقوى في مصر وأفريقيا حاليا ويتابع أيضا يتعامل السويسري مع الإصابات والإجهاد بفكر متميز جدا من خلال توزيع الأدوار بين اللاعبين في المباريات وذلك يسهم في وصول الجميع إلى معدلات بدنية وفنية رائعة وأضاف أيضا المشوار ما زال طويلا أمام الأهلي سواء المحلي أو الأفريقي ولكن بداية فييلر جيدة للغاية أو مباشرة ده اللي احنا بنقوله من بداية الموسم الشكل اللي بنشوف فيه التغييرات توظيف كل اللاعبين الروتيشن وإتاحة الفرصة الأكتر من نجمة وتجهيز عناصر كتيرة ممكن تكون كانت بعيدة عن المشاركة في الفترة اللي فاتت ده اللي حيكون إن شاء الله عامل مؤثر جدا بشكل إيجابي ويؤدي إلى المزيد من الإنجازات والنتائج الجيدة إن شاء الله والفوز محليا وأفريقيا والكرة الجميلة كمان اللي بتردي وتسعد جماهير النادي الأهلي حننتقل من أخبار فريقنا الأول لكرة القدم ومتابعاته إعلاميا وصحفيا إلى منتخبنا الوطني للشباب بيحقق فوز كبير جدا على المنتخب الشقيق منتخب الشباب في سلطنة عمان 6-1 فاز منتخبنا الوطني للشباب على نظيره المنتخب العماني للشباب 6-1 في التجربة الودية اللي أقيمت عصر اليوم بملعب الشمس في إطار استعداده لتصفيات كأس الأمم الأفريقية للشباب وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بهدفين أحرز الهدفين عبدالله عادل وابراهيم عادل ومع بداية الشوط الثاني سجل منتخب سلطنة عمان هدفه الوحيد في هذا اللقاء عن طريق لاعبه محمد السيد قبل ما يضيف أسامة فيصل الهدف الثالث للمنتخب المصري ثم أضاف محمد سلامة الهدف الرابع وسجل أيضا ريتشارد ريدا وهو من العناصر الصعادة المبشرة في منتخبنا الوطني للشباب ومحترف حاليا في صفوف نادي أودينيزي الإيطالي سجل الهدف الخامس واختتم محمود صبر الأهداف بإحرازه للهدف السادس إن شاء الله يكون الفوز حليف منتخبنا الوطني للشباب ويكون فيه عناصر مميزة نجدها قريبا كمان بإذن الله في منتخبنا الوطني الأول وتكون عناصر جديدة تضيف لقوة منتخبنا مع عملية التطوير في الكرة المصرية اللي بتجري حاليا ومحاولة إعادة المنتخب الوطني الأول في مصر للكرة القدم لسابق عهده والإنجازاته على المستوى العربي والأفريقي عندنا أكتر من خبر طبعا الاستعدادات وقرعة دوري المجموعات والمباريات والارتباطات الأفريقية في الفترة القادمة بيعلن عن الموعد لتحددها الاتحاد الأفريقي أو الكاف أعلن عن موعد قرعة مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية أعلنها الاتحاد الأفريقي وحدد هذا اليوم الأربعاء 9 أكتوبر المقبل هو الموعد لإجراء قرعة دوري المجموعات في بطولتين دوري أبطال أفريقيا وأيضا الكونفدرالية الأفريقية وستقام القرعة حسب ما اتفق عليه في منطقة 6 أكتوبر في مصر وأيضا بأحد الفنادق بمنطقة 6 أكتوبر في تمام السابع مساء من يوم 9 أكتوبر المقبل وهو موافق يوم 4 وصعد الأهلي لدوري المجموعات طبعا دوري أبطال أفريقيا على حساب كانو سبورت زي ما حضراتكم تابعته بالفوز في إجمالي لقائين 6-0 على بطل غينيا الأستوائي وعندنا أخبار أخرى كمان بتتكلم عن البطولات الأفريقية والأندية التي تأهلت لدوري المجموعات والأدوار القادمة في البطولات الأفريقية الأندية المتأهلة لدوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا وصل حتى الآن 13 فريق إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعدما حجز فريق بلاتنم من زمبابوي وزاسكو من زامبيا وسانداونز الجنوب الأفريقي وباترو أتلاتيكو الأنجولي والترجي والنجم الساحلي من تونس والأهلي المصري طبعا في مقدمة هذه الأندية والرجاء المغربي والتحاد العاصمة الجزائري ومازامبي وفيتا كلاب من الكنغو وأول أغسطس الأنجولي التحاد العاصمة تأهل بعد طبعا بعد المباراتين تأهل فريق اتحاد العاصمة إلى دوري المجموعات وتفوق في لقاء الذهاب بأربع أداف مقابل هدف وحيد على فريق جورماهية الكيني ولقاء الإياب شاهد تفوق بطل الجزائر بهدفين دون رد ليصبح مجموع المباراتين ستة واحد لصالح فريق اتحاد العاصمة ويكون رابع العرب المتأهلين إلى دور المجموعات مازامبي أيضا بطل الكنغو واحد من الأندية الشهيرة في القارة الأفريقية لحققات إنجازات أيضا ونتائج متميزة في الفترة اللي فاتت وفي السنوات القليلة الماضية مازامبي ضمن الصعود حجز فريق مازامبي بطل الكنغو بطاقة الوصول إلى دور المجموعات أيضا في البطولة الأفريقية خلال هذا الموسم بالفوز اللي جعل حساب فريق جونيورز من مدغشقر أو بطل مدغشقر فوسط جونيورز والمباراة الأولى أقيمت في مدغشقر وانتهت بالتعادل السلبي وفي مباراة الإياب حقق مازامبي الفوز بطل الكنغو المقعد في دور المجموعات بالفوز على فريق كارا التوجولي بهدف دون رد في لقاء الإياب وبطل الكنغو قد أنهى المباراة الأولى أو مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في توجول ينجح في مباراة العودة في الفوز بهدف يضمن له الصعود وأيضا باقي الفرق زي ما قلنا لحضراتكم الحرية كوناكري الغيني كانت فيه مواجهة أيضا بينه وبين شبيبة القبائل الجزائري وانتهت بعد ضربات الترجيح بصعود فريق الجزائر أو بطل الجزائر شبيبة القبائل والنجمة الساحلي أيضا حسم الأمر بالصعود على حساب أشانتي كوتوكو بطل غانا وتأهل أول أغسطس الأنجولي طبعا نتيجة المباراتين استفاد فريق أول أغسطس الأنجولي من نتيجة مباراة الذهاب واللي أقيمت خارج ملعبه أو خارج دياره بعدما فاز على فريق جرين إيجلز بهدفين مقابل هدف واحد بطل زنبيا حقق الفوز بهدف دون رد لكنه كان غير كافي بعدما انتهت المباراتين بمجموعة 2-2 إلى أن بطل أنجولا استفاد من الحسابات واحتساب فرق الأهداف لصالحه بعد أن أحرز هدفين خارج ملعبه إن شاء الله الأهلي قادر الجمهور متفائل بالشكل اللي ظهر عليه فريقنا في الفترة اللي فاتت التركيز مهم جدا لاستفادة بكل العناصر المميزة وجود كتيبة من النجوم يستفاد بها في كل المباريات ويبقى البديل على نفس مستوى اللعب الأساسي أي لعب يتغيب لقدر الله لظروف الإيقاف أو الإصابة أو أي ظروف فنية أو طبية ممكن تعطي الجهود أي لعب لفترة قصيرة أو كانت فترة طويلة نوعا ما البديل يكون جاهزوا على نفس المستوى وده اللي بيشتغل عليه الجهاز الفاني بقيادة فيلر في الفترة دي عشان يبقى كل اللاعبين جاهزين وكلهم عندهم حساسية المباريات وكلهم بلغتنا دايما بنقول بالعامية المصرية رجلهم في الملعب ومش بعيد عن المباريات أو قريبين من حساسية المباريات والتركيز في اللقاءات الدولية أو المحلية التركيز إن شاء الله يكون مطلوب في الدوري انطلاقتنا أفضل من الموسم اللي فات شكل الفريق في بداية الموسم واكتمال الصفوف أفضل مقارنة بانطلاقة النادي الأهلي في الموسم الماضي محليا والأمال كبيرة جدا وثقة بلا حدود في إمكانات لعبينه وفي الجهاز الفني وقدراته لدى جماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر إن شاء الله تتوج الجهود والتعاقدات والتفكير والتخطيط لكرة القدم بأفضل نتائج ممكنة وتكليل هذا المشوار بالتألق على المستويين هذا الموسم المحلي من خلال بطولة الدوري العام وأيضا المستوى الدولي من خلال دوري الأبطال الأفريقي بكده بنصل محضراتكم لختام الفقرة الأولى في الأهلي ليلة أو فقرة الأخبار ومتابعتنا الأخبار فريقنا الأول في النادي الأهلي وبعض الأخبار الخاصة بالفرق الأفريقية المتاهلة لدور المجموعات أو ما نطلق عليه أيضا دوري المجموعات في رابطة الأبطال الأفريقية في دوري الأبطال الأفريقي لكرة القدم خلونا ننتقل لحوار عن مشوار النادي الأهلي أهم الملاحظات الفنية على الأداء وأيضا أهم العوامل المبشرة اللي بيتابعها نجوم النادي الأهلي السابقين وهم بيتابعوا مباراة النادي الأهلي على مستوى الدوري العام أو البطولة الأفريقية بعد قليل بعد الفاصل يكون معنا نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق الكابتن أحمد بلالي اهلا بحضراتكم مرة تانية لسه معكم من خلال الأهلي الليلة وفي بداية هذا اللقاء أرحب ضيفي في استوديو قناة النادي الأهلي وواحد من نجوم الكرة المصرية ونادي الأهلي سابقا الكابتن أحمد بلال مساء الخير يا كابتن أحمد وسعادة بوجودك معنا مساء الخير يا محمد ربنا خليك أنا لسعيد أن أكون موجود معاك ممكن تانية أو تالف مرة دي تقريبا من حسن حظ أهلا بيك ودائما بسعد بوجودك معنا بلالي بتنوارنا خلينا نبدأ برأيك في أداء النادي الأهلي في مباراة العودة وفي إجمال اللقائين أمام كانو سبورت الفوز 6-0 و4-0 في مباراة العودة شايف أداء الفريق إزاي في المباراة الأفريقية بوس خلينا كلمك في البداية كده عن حاجة تانية مختلفة خالص يعني مش عن المكسب لأن طبيعيا أن الأهلي يكسب في دور الـ 32 وطبيعيا أن الأهلي يكسب في دور الـ 64 وطبيعيا أن الأهلي يكسب كمان في دور الـ 16 ويسعد لدور الثماني ده طبيعيا لكن أنا هتكلم عن نقطة الأبرز والأهم في المكسب ده على وهي السقة سقة اللعبين في المكسب يعني إحنا كان فيه أوقات السنوات اللي فاتت كنا بنلعب في الأدوار دي بس تحس أن أنت بتلعب من غير السقة الكافية أنك أنت ممكن تكسب وتعدي أو بتكسب وتعدي ما فيش مشكلة لأن التاريخ بيسمح بكده والإمكانيات بتسمح بكده ولكن ثقة اللعيبة في المكسب تحس أنها كانت قليلة شوي مش عايز أقول ما كانتش موجودة ده في المواسم اللي فات أه طبعا في المواسم اللي فات قليلة شوي لكن أنت النهاردة بتلعب وانت عارف أن أنت تكسب العيب يعرف أنها بتكسب فبتدور على حاجة تانية ممتعة بتدور على أداء ممتعة بتدور على إزاي تنفذ الجمل التكتكية اللي بيطلبها المدير الفني إزاي تحصل حالة الانسجام الكبيرة جدا اللي كانت موجودة في مباراة الفاتد وكمان المباراة اللي قبلها إزاي ينفذوا فكر المدير الفني هو ده كان الأهم في المباراتين خاصة مباراة مباراة العودة مدير الفني كمان الحقيقة هو كل مرة بيبهرني إيه الحاجات اللي لافتت نظرك لحد دلوقتي فترة قصيرة ولكن مبشرة جدا إيه اللي لافت نظرك في أداء واختيارات وإدارة فايلر للأمور الفنية أشوف أنا هقولك على حاجة مبدئيا المدير الفني لما بيقرأ اللعيبة بسرعة ويعرف إمكانيات فرقته بتبقى حاجة مبشرة جدا أنا أكون قاري فرقيتك كويس قوي عارف إمكانيات اللي موجودة إزاي قدر أستخدمها إزاي قدر أستغلها في أحيانا كتير جدا مديرين فنين يبقى عندهم إمكانيات كبيرة من اللعيبة ويبقى عارفينها لكن ما يقدرش يستغل الإمكانيات اللي موجودة عنده دي ما يقدرش يوظفها صح فايلر يمكن موفق جدا في الحتة دي أربع مبارات في ثلاث بطولات مختلفة بطولة إفريقيا بطولة الدوري العام بطولة السوبر المصري موفق في التشكيل بشكل رائع جدا موفق في التغييرات بشكل هايل جدا موفق كمان في التدوير تدوير اللعيبة مين هلعب النهاردة مين هلعب بكرة حط مين النهاردة حط مين بكرة عجبني جدا لما حط صلاح محسن في مبارات مبارح وكنت أنا بنادي بالكلام ده ممكن قبل المبارات بيوم كنت بقول لازم صلاح محسن عشان مهم جدا زي ما انت كمدير فني تحب تكسب سوريس زي ما انت كلعيب تحب تكسب ثقة المدير الفني كمان مدير فني لازم يكسب ثقة اللعيب وحبه المهمة جداً للحطة دي يعني دي من العناصر خد بالك يعني دايماً هنا في حساباته يخليهم دايماً مدركين أنه هم مهمين ولهم أدوار هي دي الـ point المهمة يعني أنت دايماً هنا للأسف نحن هنا في مصر بنبص دايماً اللعيب الأهم اللعيب الأهم هو اللي يكسب ثقة المدير الفني دايماً بنبص للحطة دي لكن ما بتدورش على العكس ودي حاجة مهمة جداً أنت لاحز النهاردة جوارديولة ازاي بيتعامل مع اللعيب كل المدير الفنين يعني النجحين بيتعاملوا ازاي مع اللعيبة بتاعتهم هو ده النجاح إن أنا كمان مش بس أنا اللعيب يكسب ثقةي لا أنا كمان لازم أكسب ثقةي ثقةي لعيب أحاسس إن كل اللعيب عنده قيمة بالنسبة لي إن أنا هحتاجه في وقت ملاوات ما حطش 13-14 لعيب جداً شكل فريع يعني هقول لك أنا حاجة لو يدينا مثال إن صراح ما لعيبش مبارح صراح محسن وهو المعود على ديكة البودلاء من ساعة مراجل ده جي وبيشارك يعني وجي وليد أزارو هو اللعب المبارح وصراح ما شاركش كان يبقى موقف صلاح محسن إيه نفسياً على الأقل أنا مش هكلم على الموقف اللعيبة المحترفة وكل واحد عارف دوره وممكن يحصل الكلام ده أخذ بالك مع مديرين فنين كتير جداً لكن أنا بكلمك أنا إحساس اللعيب الدخلي إحساسه قيمته الدخلية أنا كالعيب إزاي يعني بعد فترة أنا موجود ما بيعتمدش على المدير الفني بيجيب واحد جاي من المباراة تسمح خذ بالك من حتة المباراة تسمح دي والمباراة تسمح نحن نشارك فيها فهو دي هي هو ده الزكاء هو ده زكاء المدير الفني اللي أنا أممكن الحقيقة يعني بقى أعول عليه الفترة اللي جاية دي أن الرجل فعلاً بيستخدم زكاءه من يعني مش من الزكاء أنك تشغل بتراتاشر لأربع تشر العام كمان ماليو ديانج موجود في الملعب أحمد الشيخ أنا أقدر لكلمك على بقية بقية الأسماء نفس الفكرة طبعاً الفكرة بشكل عام لكن أنا بديك يعني مثال مثال كان واضح أنا بالنسبة لك لأن أنا مهاجم وعارف طبيعة المهاجمين إزاي يعني أنت طبيعة المهاجمين مختلفة شوء عن بقية اللعيبة اللي موجودة في المهاجم إزاي لأن المهاجم خد بالك المهاجم ده يعني بيحتاج فرص يعني قليلة جداً عشان يشتغل عليها لكن اللعيبة التانية خد بالك الموضوع مختلف لأن اللعيبة التانية ممكن يؤدي في الملعب وأداء ويعجبك وما يعجبنيش وهو الموضوع السياني المدير الفني ما بيعولش على حاجة محددة الجمهور نفسه ممكن يتقبل أداء منك متوسط لكن ما تقبلش أداء متوسط من المهاجم لأن أداء متوسط من المهاجم ده معناها فضيع أهداف معناها تشتيت تركيز في الملعب معناها عدم خلق فرص دي كلها أداء متوسط بالنسبة لعيب المهاجم لكن بالنسبة لعيب نص ملعب ممكن الأداء يبقى مقبول في أوقات كتيرة جدا جدا في أوقات كتيرة لعيبة في الملعب بيبقى أداءها متوسط الأداء وبتفضل موجودة في الملعب بس رأس الحربة ما يحتملش المركز لا يحتمل الكلام فمحتاجينه دايما يبقى في الطوف فورم يبقى جاهز بالزبط محتاجينه دايما موجود في الملعب محتاجينه دايما بكامل تركيزه تركيز 100% أنت في بعض الأحيان الثانية بتفرم على السنتر فورم الثانية مش أقولك الديئة الثانية بتفرم معاه التشتت لو شت لو شت ثانية ممكن يضيع يعني بطولة كاملة مش مش هقول فرصة بيضيع بطولة كاملة عشان كده بقولك أنا بحي طبعا بالإضافة للاختيارات التانية زي ما أنت قلت أحمد الشيخ كان موجود في المعب مرحة علي يوديانج أنه فرصة جيدة عشان نقدر كمان أنه نفكر فيه ما ننسهوش مهم جدا خد بالك الجمهور ما ننساش اللعيبة يعني باش عندي ثلاثة أربعة لعيبة موجودين وأنا أنساهم أبتدي أفتكرهم لما أحصل عندي إصابات لأ دي مهمة جدا طبعا أنا عايز سألك سؤال تاني برضو الناس بتفكر فيه طول الوقت وهي بتشوف التغيرات دي في الفريق ومبسوطة بيها بتشوف عدد كبير من النجوم اللي في القيمة بيشاركوا وقلت من شوية في كلامك أنه المباراة كانت تسمع وفيه ظروف مباراة ونتائج تسمع بالتجريب حتى نصبت طيب على المدى الطويل مع الفريق أفريقيا ومحليا والمباراة كل ما بتزداد صعوبة في مستوى المنافسة وفي المباراة اللي بتبقى في أدوار حاسمة سواء في الدورة أو بطولة أفريق هل شايف أنه ممكن منهج فيل ونكمل بي ونكامل بي ونكامل بي ونكامل الفريق فكرة أن الكل جاهز وأنه نقدر عمل روتيشن في أي وقت وأنه كل اللعيبة جاهزة وفيه سباق بينهم ولا ده حيبقى لمتد شوية في الفترة الجاي بص مش حيبقى لمتد قوي يعني تمام ليه؟ أنت عندك أربع بطولات في السيزم تمام وأنت عندك المباراة قريبة جدا من بعضها فعملية التدوير أوها تم مش بالشكل زي ما شفنا مبارح أن أنت بتغير أربع خمس لعيبة في التشكيل الأساس لأ أنت ممكن كل مباراة يبقى فيه لعيب يبقى فيه اتنين لعيبة خد بالك أنت لما تغير كل مباراة اتنين لعيبة ده مش هيأثر بشكل كبير جدا على الأداء وعلى المستوى بالعكس هيضيف في بعض الأوقات هيضيف هديك على سبيل المثال بتلعب مباراة بتحتاج أنك تغيره ولا لا في المباراة نفسها بتعمل تغيرات ولا بتعملش بتعمل تغيرات التغيرات أوقات كتير جدا بتكون إجابية مش سلبية صح؟ كذلك التشكيل نفسه بداية التشكيل لما تعمل يعني حتى دي نعم الأنواع المنافسة يعني أنا هكلمك مثلا على الفرق الكبير الفرق الكبيرة يعني مثلا ديك مثال بجورديولا نوع المدرسة الأفضل في العالم في اللوقات الحالي مفيش مباراة بلعب بـ 11 لعيب كاملين مفيش مباراة كاملة بلعب بـ 11 لعيب كاملين دايما فيه لعيب بيبقى موجود ولعيب بتشال لعيب موجود لعيب بتشال فيه أقل فيه لعيبة دايما أساسية موجودة في الملعب ده وضع طبيعي لكن في بعض المراكز فيه لعيبة بتتحط وتتشال وتتغير برضو نوع من أنواع المنافسة وده مطلوب بشكل كبير خد بالك أنا مش هنفع تلعب بـ 13-14 لعيب حوالي 50-60 مباراة وللسانة صعب جدا برضو عندك إصابات عندك إقافات في لعيبة تحتاجها في لعيبة هتدور عليها يمكن مشكلتنا السنين اللي فاتت دي نحنا كنا بنعتمد على 13-14 لعيب هو دي القامل الأساسي عشان كده لما بيتصب 2-3 بنفضل نحتار يعني الموسم اللي قبل اللي فات عندنا تكمل لعيبة رهيبة جدا كتيرة جدا وعندك لعيبة مش جاهزة فبالتالي أنت محتاج تجهز لعيبة بشكل كبير وبشكل مستمر عشان لما تحتاجهم يبقى موجودين في المعنى بس هنقف عند جورديولا شوية ونرجع نكمل كلامنا عم شور الأليف أفريقيا لأنه حصل عنده ظروف خاصة بإصابات وعدم جاهزات مدافعين في الوقت اللي هو كان قرر بالتنصيق مع كامباني اللي بيقولوا عليه الكابتن أو قائد التاريخي المان سيتي أنه يعتزل في نهاية الموسم هو ما حدث في ناس كتير كبير بتشوف أن كامباني هو أفضل مدافعي مان سيتي في الموسم اللي فات وأن الهجمة لما كانت بتنتهي بتنتهي عند كامباني هو العلامة البصمة الوضحة في الفريق في الدفاع رأيك إيه في أداءه وهل كان قرار موفق ولا لا أنه ما يكملش الموسم موسم ولا شك كامباني كان من يعني اللاعب اللي رجع المان سيتي في البطولة السنة اللي فاتت طبعا بالهدف اللي جابه في الاستر سيتي وده كان هدف الفارق بالنسبة للاستر سيتي في البطولة نفسها ولكن في بعض الأحيان بيبقى فيه في اتفاق كده ما بين اللاعب ونفسه اللاعب وشخصته يعني داخليا بينه بين نفسه وبينه وبين المدير هو راضي بيحققه بالتنع خلاص هل أنا قادر أن أنا الموسم القادر لا ينخد بلا كل موسم بيختلف عن التاني يعني كل موسم بالنسبة للعيبة الكبيرة نحو كبروا بقالوا فترة طويلة مع مان سيتي نحو بيختلف شواء عن الموسم اللي بعدين هل يقينها يتحمل هل ممكن يتحمل الضغط طول الموسم بنفس الشكل هل جسمانيا بدنيا يقدروا يكون مستعد بالزبط لان فيه العيبة لتقبل ان هي يعني يتقلها انت مش موجود معاي او انت مريح او انت مش هتقدر او المباراة دي صعبة لدرجة ان انت ممكن ما تلعبش فيها في العيبة ممكن ما تقبلش التاريخ بتاعها لا يسمح بهذا الكلم فممكن يكون العلاقة اللي ما بين كامباني وما بين جورديولا سمحت ليهم بالحوار في النقطة دي عشان كده ممكن يكون اخذ القرار الصائب بالنسبة له شخصين او الصائب بالنسبة للمان سيتي ولكن انا بشوف ان في بعض الوقات اللعيبة اللي عندها الخبرات مطلوبة مطلوبة مش بس في الملعب يعني ممكن خارج الملعب كمان ممكن في الدريسنج روم في حاجات متتحلش غير باللعيبة اللي عندها خبرات لعيبة كباتر ده هو الحقيقة كمان كان داخل الملعب مؤثر جدا جدا كمان انا مش بتكلم بس على داخل الملعب كان داخل وداخل وخارج طبعا 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 فممكن يكون هو ده الاتفاق اللي وصل ما بين كامباني وما بين جورديولا ان هو خلاص ده الموسم ده والموسم النهائي بالنسبة لي وخلاص والعلاقة ما بينه ما بينه زي ما حصل خد بالك برضو مع نيستا بل كده ومع جافي هرناندس برضو حصل معهم نفس الموضوع نقوم بالاتفاق مع برشلونا احنا من شاء الله نكمل بعد كده نحن نكون موجودين طيب انا هرجع بس الخبر تاني متعالق بالبطولة الافريقية بعيدا عن نادي الاهلي طالما انتقلنا للحديث عن كامباني وعلاقة جورديولا ومان سيتي ونرجع نكمل كلامنا عن مشوارنا الافريقي لان ده حدثنا الرئيسي النهاردة في الاهلي ليلة كان عندنا خبر وتم ارجاء الحديث عنه خلال فقرة الاخبار لحين التأكد من مصدر من الاتحاد الافريقي مصدر رسمي بصحة ودقة هذا الخبر لانه كان اثير جدل عن مدى صحة هذا الخبر دلوقتي زملائي في غرفة التحكم اوفل كنترول بلغوني منذ قليل الخبر ده تم تأكيده عن طريق مصدر رسمي في الاتحاد الافريقي فهنترح على كابتن بلال هذا السيناريو في حالة التأكيد مرة تانية وانه هذا الخبر مفيش اي خلافة على صحته وهو ان حدث هيبقى بنتكلم عن سيناريو قادم او كيف تدار هذه الازمة وتم تأكيده مرة تانية زملائي بيأكدولي للمرة التالتة صحت هذا الخبر ان اتحاد الكرة المصري تلقى من نظيره الافريقي او الكاف خطاب رسمي يفيد تعليق موقف مباراة الزمالك وجنراتيون فوت السنغالي تفاصيل الخبر بتقول تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابة رسمية من الاتحاد الافريقي للعبة يفيد بتعليق نتيجة مباراة الزمالك وجنراتيون فوت السنغالي في اياب دور التمهيدي لدوري عبطال افريقيا لحين المراجعة من قبل لجنة المسابقات وعلى الاتحاد الافريقي قراروا بان المباراة تم نقلها لملعب برج العرب بالاسكندرية على الرغم من اقامة ثلاث مبارايات في الدوري المحلي بالقاهرة وهي انبي وطلاع الجيش افسي مصر واسوان المقاولون العرب وسموحه خلال الاسبوع الماضي كابتن بيلايل بتشوف ازاي السيناريو ده وممكن نخرج من السيناريو ده ازاي وانا نتجاوز الموضوع ده ازاي التنسيق اللي هيحصل او المطاقة يحصل مع الاطراف المبارادي والاتحاد الافريقي بصخنا الاول سؤال الحكام راحت الملعب وانو من راحتش الملعب هو ده السؤال راحت الملعب طاقم التحكيم برضو زملائي في العفرية العداد بيؤكدوني ان طاقم التحكيم كان موجود ومستعدين للمباراة طاقم راحت الملعب بناءا علي اكيد بناءا على اختار اختاروا وصدهم من الاتحاد الافريقي لا اكيد مش الاتحاد المصري لانهم رحوا ملعب برج العرب اكيد اختاروا من الاتحاد الافريقي اذا انتحاد اه تكليف لهم بإدارة المباراة اه من الاتحاد الافريقي بان هما ينتقلوا او المباراة انتقلت من ملعب بيترو سبورت لملعب برج العرب اكيد وإلا مايرحوش هناك ماعتقدش يعني ان هو لما فيش خطاب موجه رسمي او اختار موجه رسمي للحكام مش هيروحوا أكيد ملعب برج اللعب أكيد مش بنات زمان اكتصى بيهم قال لهم الملعب خلاص اتنقل فبالتالي بنقل عليه انتقلوا يعني أكيد ما اعتقدش يعني فبالتالي إذن ده لو كلام يصح يعني ما عرفش بقى هو هو احنا لسه احنا يعني ما قدرش اقول مع الملعب اكتر طبيعات الحال إلا أنه تم تأكيد وصول هذا الخطاب الرسمي الصحيح من الاتحاد الأفريقي صحيح أنه أرثل يعني مش بنقول محتوى وهتنتهي الأزمة عليه أو بنصدر أحكام بنقول ان الخطاب تم احنا مش طرف احنا بنقول الخطاب تم وصوله وانه خطاب رسمي صادر عن الاتحاد الأفريقي وموجه لنادي الزمالك يختره بتعليق الموقف الخاص بنتيجة هذه المباراة ولسه بقى في ترقب بس سؤالها محمد يعني السؤال هل الاتحاد الأفريقي لما الاتحاد المصري خطبه أخطر الاتحاد المصري المبراء سيتم نقلها وأعلم بالتالي الفريل السنغالي بنقل المبراءة ولا لا ما هي الفكرة كلها الموضوع كله في الحتة دي أنه هل مثلا جاء خطاب رسمي من الاتحاد الدول المصري أنه في مشاكل أو في دواعي أمنية لا تستوجب نقل المبراءة فبالتالي الاتحاد الأفريقي نقل المبراءة ده موضوع تاني تمام فبالتالي الاتحاد الأفريقي نقل المبراءة وجنراسيو مرضيش عشان خاطر أن المبراءة لم كان عايزي العبنه رفل قائرة هو دلوقتي القصة ما بين الاتحاد المصر و الاتحاد الفريق ما اعتقدش ان الزمالك ترى في الموضوع من وجهة نظر الشخصية خلينا نستنى نتيجة ردود الافعال على ارسال هذا الخطاب من الاتحاد الافريقي النادي الزمالك وما ينتج عنه اكيد الازمة دي هيعلن طبعا نهايتها خلال الايام القادمة وكيف سيتم التعامل مع الامر من خلال الناديين الطرفين في هذه الازمة النادي الزمالك من مصر وجنراسيان فوت من السنغال والاتحاد الافريقي لجنة المسابقات وما تصفر عنه طبعا المباحثات اللي حتم لحل هذا الامر او السيناريو القادم بعد هذا الاعلان عن تعليق نتيجة هذه المباراة خلينا نرجع للنادي الاهلي مرة تانية وحرجع لفكرة انه تركيز كل اللعيبة انه محتاجين اللاعب اللي حتى بيخرج من قايمة اي مباراة يبقى مركز ويبقى موجود حتى لو فيه تدريب لمجموعة مش هتشارك خرجت من قايمة مباراة الى اي مدى احنا في الفترة دي محتاجين تركيز وجهود كل نجمنا بنفس الجدية والجاهزية وبنفس الدرجة في الاول وفي الاخر اللاعب هو اللي محتاج الرقم واحد الحاجة يبقى دايما جاهز محتاج يبقى دايما مركز متأهب لان اخد بالك الخبرات اللي احنا اكتسبناها من خلال يعني المراحل اللي عدنا بيها بتقول ان دايما في الاول وفي الاخر اللاعب اللي مش جاهز هو الخسران رقم واحد يعني انا كالعيب لو مش جاهز هبقنا الخسران لان لو جاءت لفرصة وانا غير مستعد هبقى انا خسران هرجعلك برضو هديك مثلا من اوروبا النهاردة الرياض محس تتفرج عليه ده لو كان احسن لعيب في الدول الانجليزي وصل لحسن لعيب بيتنافس احسن لعيب في اوروبا راح منشستر سيتي ما بيلعبش لاعب فترة واعد تاني ابتدى الموسم عمل مباراة رائعة مباراة السوبر امام ليفربول عمل مباراة جدا جدا بس سقفته بقى لما بيتم الدفع بيبي بجاهز هدي الفكرة دي انك لما تقعد ماتشين ثلاثة بدون سبب يعني برضو خلنا نقول بدون سبب برناردو سيلفا لعب عليه وكان اقل مستوى اقل منه ولا يراجع لعب امبرح في المباراة بتاعت امبرح وقد ادى ادى اروع جدا هو ده التركيز هو ده قيمة العيب نهاردة بتحرج المدير الفني بتقول له لا انا موجود استحق هذه المكان استحقكم موجود كرة القدم معروفة بالتدوير يعني يعني هي مدورة ما بنقول يعني يعني ممكن تيجي لك فترة يعني هي ابس ان داون تمام شوية فوق وشوية تحت شوية مستوى كعالي وشوية قليل ده بيحصل مع اللعيب كل حال في العالم كله مع كل اللعيب ومستوى الفني في الاتمام الاعلامي بي بزبط مع كل اللعيبة مع كل اللعيبة حتى كمان الاندية انت مش كل ما تدخل في بطولها تاخدها استحالة يعني بطولة افريقية بتاخدها السنة ممكن السنة خبرتك يا بلالك واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر لما لو عايز تنقل الخبرة دي اللي تجيل الحالي في النادي الاهلي تقول لهم ايه عن الفترات المشابهة اللي كنت تمكسر الدنيا فيها بلغة الكورة وبتعمل فيها كل حاجة وأداءك رائع سواء مع المنتخب أو الاهلي والفترات اللي المنافسة ما كانتش لصالحك او كنت بتخرج من الحسابات او مش جاهز او راجع من اصابة او لسه في مرحلة فيه فتراتك وتبتخرج للاحتراف وترجع وفيه تجديد ومفاوضات وبتقاش لسه مية في المية مخك في الملعب ازاي خبرتك تخليك جاهز وتخليك على نفس درجة الجاهزية اللي احنا عايزينها لما بترجع الملعب موصر اعايز اقول لكل اللعيبة طبعا انك دايما تفصل بين ادائك وتدريباتك وادائك في المبارات ما بين كل الحاجات الخارجات تانية استبعاد المجيد الفني لك تمام عدم لعبك المباريات رأي اللي نقاد والصحفيين فيك سواء اذا كان ايجابي او سالبي افصل كل ده وركز بس فقط لغير في التدريب والمباريات اللي انت بتاخدها فيه لعيبة جدا بتتأثر بشكل كبير جدا برأي العلام برأي السوشيال ميديا ممكن المدير الفني يكون غير مقتنع بيك في الفترة الحالية فيه أوقات كتيرة جدا بيبقى احتياج المدير الفني لبعض اللعيبة مش في التوقيت ده يعني النهاردة ممكن محتاجش مثلا لعمر السولية هندي مثال باللعيبة اللي بتلعب مش هنقول اللعيبة اللي بتلعبش لعمر السولية هو شايف ان المباريات دي او التوقيت الحالي شايف ان انا ممكن احتاج لعيب تاني بمواصفات تانية مختلفة ده ما يقللش من امكانات عمر السولية اطلاقا خالص على فكرة ما يقللش من امكاناته نهائي ده بس فكرة ان المدير الفني محتاج لعيب بمواصفات مختلفة وخلاص وصل معك إنه ضامن إمكانيات عمر السلية هنا ممكن وممكن يكون بيريحه ويجاهز بديل جاني يعني عايزي ما عنده أكتر من عمر السلية أو شايف أو شايف وده وضع طبيعي خد بالك أنت المدير الفني في الأول وفي الآخر هو بيلعب 11 لعيب أنت الفرق قامة 30 لعيب وأنت بتلعب 11 لعيب فبالتالي هو بيبقى حريص إنه ممكن هو لو كان على المدير الفني عايز الزب بال30 لعيب اللي موجودين عنده وفي النهاية كل مدير حيبقى فيه 19 واحد ما لعبوش بس بالضبط ده وضع طبيعي وإيه وفيه 13 واحد أو 14 راحب بلعبو تمام والباقي برضو من التاسعة من التاسعة من التاسعة الثانية لخمسة تريد ما بلعبوش ده وضع طبيعي في كورتر قدم خد بالك لكن الفاكرة كلها في الجهزية يعني أنا ممكن أديك أمثلة كتير أنا كمثال كنتش بلعب أوقات كتير راجد وكنت دايما مركز في بدايات يعني ومركز في التدريبات والمتشف لما جات الفرصة لعبته وكملته الزاكرة أكبرها إيه في التفاصيل إحنا عايزينك تحكي لنا موقف دلوقتي لو نفتكلم مع بعض أزمة مريت بيها خلالها مع مدير فني أو فترة مع عينا كنت شوية بعدت ورجعت بقوة أنا هقول لك على حاجة أنا أول ما جيمس 8 جوزين أول سنة لي مع نادي الأهلي أول سنة لي مع نادي الأهلي أول ماتش رسمي كان هو مستبعي أنا برا 18 خاص يعني دي حاجة كده يعني إيه برضو للناس اللي بتحب تعرف التفاصيل بتاعة كرة الصغيرة أول مباراة كنت في السويس في السويس وكنت أريد برا 18 خالص كنت أنا عندي 19 سنة ساعتها تقريبا 20 ساعة ما لو روحتش المباراة غلبنا 1-0 في السويس رجعنا تاني على القاهرة باللعب للتحاد سكندري كانت مباراة غير مزاعة في السادة القاهرة أنا متذكر استدعاني مسترمانون للقايمة ما كنتش عالعب يعني لقيته حططني أساسي وأنا كنت متنوعا كويس جدا لفترة دي حططني أساسي كسبنا المباراة دي 2-1 وسجلت أنا هدف الهدف التاني هدف المكسف بعدها على طول لعبنا القناة في القناة لعبته كنت كويس قوي ما كنتش مقايد إفريقيا في الموسم لعبته كويس قوي وبعدين خارجته وهم لعبوا إفريقيا وكملوا وأنا كنتش موجود بقى فابتدوا بقى إفريقيا والدوري كنتش بقى عب خالص بعيدت شوية عن حسابات جدا أنا بعيد برة 18 تماما وإنت من لعيبة لازل نقول للناس من لعيبة اللي ما بتحبش تبع بعيدا خالص بتدقي جدا من موضوع البرة التشكيل وعادت الكلام ده نص موسم كامل إنت متخيل إنت لعيب بلعب نص موسم كامل يعني بس أنا في الفترة دي يعني كان فتر أعرف إنت المفارقة ما بين إنك بقى يعني تكون أو لا تكون يعني يأكز قوي يا إما استسلم بقى يا إما خلاص بقى فاهم عظيم ما بلعبش خلاص بقى عملت ورجعت إمتى المرحلة وصفدلت والله العظيم يا أم حامل يمكن الكلام ده أول ما رحكيه أنا في الفترة اللي ما كنتش بقى العبادي كنت كل يوم الصبح هما كانت تدريبات العصر فأنت طبيعي التدريبات تبقى خفيفة عشان فيما تشاهد فأنا كنت كل يوم الصبح ساعة 9 الصبح أو 3 يام في الأسبوع عشان حلفان يعني يوم بعد يوم يعني أروح الهرم الهرم أتمرم في الرملة أجري بتاع مسلا ساعة الربع وعملت شارية التمارين وبتاع وشارية وروح البيت خالص ومش مركز فاحة خالص قلت بص وقت ما تيجي الفرصة ما حتش طلب منك ده خالص نهي حتش طلب مني خالص الكلام ده انت الفرق بتلعب وأنا بتمرن عادي ما موجود في التدريبات مع الفرقية ولكن كل يوم كنت بعمل كل يوم بعد يوم يعني بعمل الكلام أروح الهرم الصبح أتمرم أجري ساعة كانت الفكر أنا كنت صغير زمان في كنت أعرف بقى تروح الهرم وتتمرن في الرمل تديك باور وفعلا دي حية فعلا خلاصوا بتلعب افريقيا نخلنا الدور التاني وأنا برده برده 18 ومش مستقى جدا يعني كانت الفترة دي فعلا لان فعلا أنا قررت ان انا ها وتقررنا اتمرن بس لو ما وفقتش في الاهلي أكيد هو وفق في حتة تانية لان خلاص انا بعمل مجهود يعني مستني نتيجة الموجودة مستني بس التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى جي خلصنا الدور الأول دخلنا في الدور التاني أول ما بردنا برده 18 تاني مورا برده 18 الأهلي بلعب من منصورة في المنصورة هو بالزبط كسبنا واحد سفر هناك جي بيبو خد انذار تاني خد بيبو علاء إبراهيم كان مصاب ما عرفش ايه ايه المهم فلاقيت مستر مانول حاطتني في الثمنتاشر ماتش الثالث ماتش اللي بعديه اه اللي هو كان القناة عندنا هنا في القاهرة موراة القناة تالت ماتش في الدور التاني تالت ماتش في الدور التاني تاخد لك راوند كامل خالص ما بتلعبش الصلاة المهم حاطتني في الثمنتاشر والله كان حتى أمير أب حميدة جنبي في المحاضرة فهو مصر الجوزيك مصر مانول كان ساعات بيغلط في الأسماء بتاعت التشكيل يعني فاهم أواد كتير يعني يعني ما قول مثلا فلان يلعب بعدين يقول سوري ويبحط مكانه فلان تاني وهو بيكتب فالمهم هو بيشرح طريقة اللعب ففرو بلال فأنا قلت يمكن اطلبت انا كان أقعد جنبي أمير فأنا قلت له أكيد هو بينسى هو بينسى ساعات كتير يعني فممكن بعدين بشوية وهو بيكتب هيكتب فلان يعني التاني أي حد يعني كان ساعة معنا فاروق وتشيرن وعلا إبراهيم كان معنا لعيبة كتير ويساعدها كان مصرح وساعد فأولت أكيد هيحط واحد مكان يعني وعلي ما يركب موجود في الفرق فأنا قاعد عمالين نسمع 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 تمام وأنا يعني عاد في المحاضرة مركز بس يعني عارف اللواء ما خلص فيش هلعب يعني فالمهم راح جاي بيكتب وكتب بلال تمام وخلصنا المحاضرة ومشينا كان كتلاق بصدي موجود فأطلعت له كابتن اسأله أنا أقول لا عشان ده بينسى كتير قلت له روح اسأله أنا أقول لا فحتى كتلاق نفسه يعني أكيد أنت يا أحمد برا بقالك 14 مجر خايف أنك تحبط زيادة أن يتقال أنت تتلغبط وتبني حساباتك أن فيه مشاركة ما خلاص بقى هتقايف نفسك وبعدين هتلاقي فأقولت له أكيد تعالى اسأله بعد إذنك يعني أنا أقول لا عشان إيه الأمور كده ده المطش بقى علي ساعة فرح فألك هتعلق اسأله فقال له آه بلال هيلعب النهار فاجي كلمني قال لي بص أنا شايف بتتمرن كويس وهو هو بقى مسترمان قبل المطش على طول قبل المطش بعشر داي بالزبط تمام جاب المترجم وقعد وقف معايا قال لي شايف بتتمرن كويس قوي وقال لي هي بص هو آه أنت بالك كتير ما بتلعبش بس هو اللعيب فرصة وانت النهاردة جات لك فرصة يعني ورين وانت لعيب كويس تمام وكاد فيه ظروف ان انت بعيد فانزل لالعب ما تلاقش من حاجة وانا معاك يعني طولي طيب خلاص ماشي نزلت لأبنا المباراة آآ كسبنا اثنين واحد وجبت الجوني التاني وربنا وفقاني واللي بعدية على طول لعبت البلدية كسبنا اثنين سفر انا جبت الجوني هنا ورجعنا ابنا مصري كسبنا واحد سفر انا جبت الجون تمام رجعت بقى رجعت تاني بقى في الملعب خالص قيدني افريقيا بعدية على طول يعني بعد شوف فرط نفسه آآ يعني هنا اللعيب الهيدة يرجع ورجعت لقابة المريخ السوداني هنا في القايرة في إفريقيا أول جبت جنين كسبنا المباراة ننصف وبعد كده خلاص يعني كملت وكان دا يمكن هو ده المردود بتاع المجهود اللي انت بتعمله التوفيق بتاع رباصها كمان ان عايز افكر السادة المشاهدين بحاجة نقول بقى أسرار كلها أحمد بلال كان من اللعيبة اللي وزنها بيزيد كان لعيب قوي جدا تكوين البدني وعضليا قوي جدا صعب جدا في الالتحامات حد ياخد منه الكورة بيقدر يحجز على كورته كويس متعب جدا للمدافعين بحكم طبيعته تكوين الجسمانية واكتهاده في التدريب كان وزنه بيزيد في موسم من المواسم كنت راجع مش فت راجع من فترة غياب أو إصابة أو عدم مشاركة وكنت بدأ المعسكر الأوروبي معسكر الفريق برا مصر ووزنك زيد وزنك زيد شوية حلوين ورجعت فت بشكل مش معقول قاله ساعتها لك أكتر واحد خس وجهز بدنيا في المعسكر ده بص ان كان عندي صوبة عن ثلاث شهور وبعدين أنا أعمل الناس اللي يعني بتدخن بسرعة يعني وبرده بتخس الحمد لله بسرعة تعادت أصابة ثلاث شهور وبعدين كان تريبا مع مستر بفرير وكنت بتمرر نص التدريبات بس يعني نص التدريب باطلع نص التدريب باطلع لأن كان عندي أصابة ما لغاش علاج المهم الحمد لله جينا بعد المعسكر كامل يعني خلصنا المعسكر اللي بتاع جينا على القايرة هنا عشان نبتدي بقى المتشات الودية أنا عايز أقول لك أن حتى العيبة نفسها اللي كانت معايا يعني كانوا مستغربين جدا خسيت أربعة كيلو في المعسكر ده على ما أتذكرين ستة كمان ستة كيل صحح لي المعلوم ستة كيلو في المعسكر ده رجعت شكلك من دغاية خلص العيبة نفسها يعني اللي معايا ما كانوش بسدقين أنا عادت طول الفترة المعسكر اللي هناك يعني أدوب باكل صلطة وحاجات خفيفة وبلليل ما فيش عاشة خالص وكمان دايس على نفسك جدا في التدريبات يعني حتى هما أتمره ستة قبل اللي قاله ساعتها الجهاز الفني جهاز الفني اللي قال إن بلالت مرن وبازل مجهود ضع في أي لعب في المعسكر ده لأن كنت مره مرة تانية لأن كنت بخرج من نص التدريب بس بكمل يعني بقعد ساعتين تلاتة كده وبعدين أنا أتمرن لوحدة تانية كنت بروح للجيم الصبح يعني غير اللي عيب يعني فأنت المجهود اللي بتعمله ما بيضعش استحالة فده اللي أنا عايز أقوله أوجه الرسالة للناس كلها يعني ده موقف دي موقف تاني برضو حصن معايا فكرك بعد ما مشيت من الأول الفترة الأولى اللي هلأولاني قبل الجوزي بقى مسترماني اللي ييجي وكنت خلاص يعني في إحباط غير طبيعي يعني فاهم أشه من الأولي وعندك إحباط غير طبيعي وكان ساعتها شوئي غريب كان مسك المنتخب الأولمبي وبتاعه وكان فيه فرانك فون بعدية أخلص وأنا بتمرن يعني خلاص مشيت من الأهلي أنا راسمي يعني مش فيه محاولات لا بتمرن مع الفريق الأول ولا مع النشي أو لها حاجة وأنا بس خلصت قبل المنوس ما أخذ بشعرين عادت فترة طويلة جدا أتمرن بعض الواحدة وبتاعه رحت الفرانك فون رحت فرانك فون تعلقت فيها البطولة تعدى في المنتخب فرانك فون وعملت بطولة عملت بطولة هيلة جدا فهي دي بص هي دي الأفكار المفروض تكون موجودة عند اللعيبة إن أنا النهاردة أنا كالعيب أنا مهنيتي كلها شغلتي كلها لعيب كور مش حاجة تانية يعني شغلتي كلها لعيب كور يعني أنا لازم ركز بتدريباتي لازم حافظ على وزني لازم حافظ على التركيزي تمام لأن التركيز بيخليك يعني عدم التركيز يخليك تتصاب التفكير الكتير ما بتقدرش اتنان فبالتالي تصحى الصبح جسمك تعبان فبالتالي معرض للإصابة أكتر بكتير جدا فانعايز أقولك إن اللعيبة فعلا والفرص بتيجي ما فيش حد في العالم كله ما بيخدش فرص استحالة يعني ما فيش حد في العالم في أي فرقة من الفرق ما بتجيلوش فرصة يا في مباراة ودية يا في مباراة رسمية انت وإمكانياتك انت ومجهودك انت وتركيزك لعيبة النادي الأهلي الموجودين كلهم أسماء كبيرة فيش حد صغير حتى الصغار في السن أسماء كبيرة اللي يخرج برة مش مهم من نهارة يعني صفقة صلاح مصر هو لعيبة ولد نجم انتقاله لقالي كان ضجة إعلامية وصفقة ضخمة جدا فعليه مسئولية من أول يوم انتقل فيه بالزبط مش مهم من نهاردة تلعب مش مهم من نهاردة لكن بكرة أكيد هتلعب بكرة أكيد هيجي لك فرصة يعني صالح جمة قعد فترة كبيرة جدا منتقد رجع كان كل الناس بتشيج بأداء نهاردة مش موجود برا مش موجود فرية النادلال بكرة أكيد هيبقى موجود هي دي طبيعة كرة القدم يعني الإصابات كتيرة الغيابات كتيرة التوفيق وعدم نحتاجين كل العيبة يعني في كرة القدم برضو عشان الناس تبقى فاهمة أنا كفرود ممكن أعمل كل حاجة أخذ كرة تخبط في العرضة وتطلع برا أتبدل ينزل فرود تاني يشطها الجول يجي يمسكها تخش جول تحوضت توفيق وعدم طب أنا عايز أسألك عن الفرودة في فترة اللي فاتت الموسم اللي فات معظم الجوان الأهلي ما كانتش عن طريق المهاجم الصريح معظمها في مباراة طبعا أحرص فيها صلاح أهداف أو مروام محصن أو أزاره لكن ما كانتش أهدافهم كتير مش غزيرة عمي فضلت الناس تتكلم مع الانتقالات الشتوية والصيفية وكل الصفقات اللي تمت في الفترة اللي فاتت الإضافات الكبيرة للفريق إن فاضل فرود فاضل فرود عايزك تتكلم بممتهى الموضوعية عن فرودة الأهلي تقولي إيه الميزة اللي بتشوفها دلوقتي وإيه الحاجات اللي بتشوفها إنها نقطة قوة في مروام محصن في صلاح محصن في وليد أزاره كمان في أجاهي اللي بيقدر يلعب الدور ده في مباراة بص انت عندك أربع فرودة بيكملوا بعض من وجهة نظر الشخصية واحد عنده السرعة الفائقة صلاح محصن عنده سرعة رائعة جدا ولعيب رفساج الأهداف وليد أزاره لعيب لعيب عنده تحدي مقاتل داخل الملعب يعني أنا وليد بيعجبني كتير جدا بسراحة يعني بالرغم الانتقادات الكتيرة اللي على وليد عشان السيزن اللي فات ولكن بص شوف سوء التوفيق وارد في كرة القدم وارد بشكل كبير جدا معي العيد أفتكر في سيزن من سنة من السنين كانت حسام حسن ما سجلتش فيها هدف جر هدفين اتنين وده يعني كابتن مصر وممكن من أفضل والناس سألت له كفية وفترة من فتراته لازم تعسزل وكتبوله مقالات وراح كسر الدنيا في 98 الفكرة هل أنا بخلق فرص هل أنا كفرود بقدر أخلق لنفسي فرص ولا لا هل بقدر ألعب على الجول ولا لا لو أنا ما بقدرش ألعب على الجول يعني أنا ضد فكرة إيه أصلا ما جاتلوش فرصة أنا ضد المخولة دي أنا ضدها تماما يعني أنا آسف كتبرة سبت الأهلي وراحت لقبت السنة في سموحة سجبت معهم تسع تسع هداف تمام وكانت سموحة لسه طرعين من درجة هني فهي الفكرة كلها هل أنا أنا بخلق فرص لنفسي ولا لا رقم اتنين أبتدي أسجل لو ما سجلتش ممكن أنا عندي مشكلة أحلها لكن المهم المهم الرئاسية بالنسبالي إن أنا إزاي أخلق فرصا لنفسي يبقى عندك تراي على المرمى أصلا دورك إن في محاولات على المرمى وليد ممكن يكون يعني عنده سترس مضغوط الناس بتتكلم عليه الجمهور بيقول بس ما شايف الإمكانياته فنية أنا شايف الإمكانياته رقعة جدا 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 لعيب سبرينتر لعيب بيقدر يخلق فرصة لعيب مقاتل جدا أفكرك بالهدف اللي سجلوا مع المصري المباراة السوبر المباراة اللي كانت منتهي كلينيكيا كان خلاص رح حركات الجزاء وقدر من ضغط يعني ضغط ضغطها مش بقول كلي عشان نفقنات الأهل يعني بكلمك كفرود فعلا عنده إمكانيات محتاج محتاج شغل محتاج شغل عجول كتير جدا 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 فتر اللي فات يعني وليد لو هنفتكر نرجع بالذاكرة هو هدف الدوري السنة قبل فاتت يعني مش هروح بعيد يعني مش نتكلم في سات مواسم ساعتشر هدف جابت 18 كان أحمد بلال كان هدف الدوري في سنة السمين بساعتشر هدف صحيب هو كان جابت 18 هدف يعني ده معنى ذلك أنه هو العيب بيعرف ساجل هدف بيعرف جيد جول جابت 18 هدف في إفريقيا ودي برضو حاجة يعني كبيرة جدا بالنسبة لعيب إفريقي جي النادي الإهلي فعنده الإمكانيات ممكن يكون مضغوط شوي ممكن يكون الضغط شوي محتاج إن هو يخف الضغوط عنه محتاج إن هو يشتغل كتير جدا على الجول مرة تانية عشان يقدر يكتسب السقة انت كل ما بتشتغل على الجول وتساجل هدف التدريبات حتى كمان كل ما تريد تكتسب السقة مرغم من اللعيبة اللي بتلعب جوه البوكس بشكل كويس قوي بيقدر يستغل كل الكرات العرضية المتاحة بالنسبة له هو العيد دي إمكانيات خد بالك كل واحد فيه إمكانات مختلفة أجياء ده اللي ممكن يلعب شادو سترايكر يعني هتلعبه رأس حرب هتلعبه تحت الفرود بتحركاته عرضية وتحركاته القطرية رائعة جدا 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 آه مش المان تارجل اللي ممكن تلعب عليه لو أنت ضغط الفرقة في الثمنتاش لأنك بتحتاج موصفات تانية مختلفة لكن مرازي الزمالك لقدر رعبها هو مستريح جدا زي ما شفنا في الزمالك هو السوبرستار بتاع المبرأة والمانو في داماتش لأن تحركاته كلها رائعة جدا بيقدر تستخدمه في حتة الاستحواز سواء إذا كان الاستحواز السلبي أو الإيجابي العيب عنده قدرات وإمكانات محطة جيدة جدا بالنسبة لك يعني العيب بيقدر يوفع الكرة بشكل كويس قوي وقدر يحرك العيب اللي جاء من وراء عنده كمان ميزة أنه يقدر يشغل الاتنين اللي موجودين على طرف الملعب سواء إذا كان الشحات أو رمضان صبحي أو الشيخ أي حد يقدر يشغله كويس قوي 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 الميزة دي موجودة عند أجيب مش موجودة برضو عند الاتنين اللي موجودين التانية فالنهاردة عندك يعني أنا كان سؤالي هذا أني أوصل أن إمكانات المجموعة اللي بتلعب دور المهاجم الصريح في الأهلي حاليا ومعهم أجيب يضاف لهم لأنه بيلعب في المركز ده في بعض الفترات أو بيقدي الدور ده كشادو سترايكر أنهم كافين وأنهم مجموعة إمكانياتها تسمح بتحقيق الطموحات على مستوى الدوري وأفريقيا لو أجادوا ولو اشتغلوا على نفسهم كويس والجهاز والظافهم كويس فترة الجاي نظبوط يعني ما عندهوش مشكلة في الهجوم دي لا إحنا بص ما عندهوش مشكلة بص أنت النهاردة طرق اللعب لما اختلفت أصبح الخط الأمامي هو المنط بتسجيل الأهداف كل يعني الثلاثة اللي موجودين قدام لو هترب أربعة ثلاثة ثلاثة أو أربعة اتنين ثلاثة واحد يبقى أنت بتتكلم في الأربعة اللي موجودين الفرود والثلاثة اللي تحتي أو الثلاثة اللي بلعبوا في الخط الأمامي هما دول المنطين بتسجيل الأهداف لو دول ما سجلوش هداف هيبقى عنده خلال كبير جدا أنت الشاحات النهاردة بيقدر يسجل هداف رمضان صبح يقدر يسجل هداف أجاية محسن زواجان صلاح أو مران بيقدروا يسجلوا هداف محتاجين بقى أفشة وصالح جمعة في الحتة دي يبتدوا يسجلوا هي دي الحاجة بس الوحيدة اللي نقصها أنه يبقى البلايميكر بتاعك ليه تواجد جوة التبطش أفشة بدأ كمان بداية مباشرة جدا حلو عجبني عجبني الحقيقة عجبني عشان كده بقوله انت تتسقى بسرعة وبدأ يلعب دوره كبلايميكر في فريق بسرعة دخل جوه الفرقة انسجم بسرعة ودي حاجة يعني حاجة تحسب للعيب وتحسب للجهاز الفني كمان وتحسب للتيم كله على بعض لانك انت لما يدخل واحد جواك جوه الفرقة ويلعب أساسي يبدأ يلعب شكل أساسي تدي ينسجم بسرعة جدا خد بالك كرة الأهلي لا يحسب ان التدريبات صحة توظيفه صحة هو عطى كمان امكانياته هو وثباته النفس كرة الأهلي كمان تسمح للعيبة اللي عندها امكانيات عالية ان هي تنسجم بسرعة الأهلي بلعب كرة حديثة كرة يعني الهجوم بتاعها اللعيبة اللي عندها مهارات بتعرف تشتغل في الحتة دي في الجودة في الامكانيات دي ووسط اللعيبة اللي بتشتغل بالامكانيات دي طب خلينا افكر معاك فأكتر من سيناريو لو بتتمنى شكل هجومي للأهلي بتشوف ان المجموعة اللي موجودة في خط الهجوم لعيبي لوسط المهاجم والفرعودة اللي تكلمنا عنهم دلوقتي امكانياتهم نفسك تشوفها بتلعب بالطريقة دي هتبقى بطريقة اربعة تلاتة تلاتة ولا اربعة تلاتة اتنين واحد بنلعب باتنين تحت رأس الحربة ولا بالشكل الكلاسيك بتاع زمان ان فيه قدام بلاي ميكر بيلعب قدامه اتنين فراودة وليه ايه افضل طريقة بص لو انت بتسأل ان انا رأي الشخص يعني نفس الهل يلعب بقاني طريقة بالامكانات اللي موجودة دي يبقى لك هيلعب باربعة واحد تلاتة اتنين اربعة واحد تلاتة اتنين عايز الاهل يلعب بهافد فندر واحد وتلاتة لعيب يوسط مهاجم واثنين مهاجمين ده رزق عالي او لا بص تكلم على قدرات الفريق انا ده سمجد تكلم على الامكانات اللي موجودة عندك تكلم في كده في خمس مهاجمين اتنين فراودة وتلاتة وسط مهاجم بص ما هو التلاتة اللي في الوسط شايل خط النص لا اخد بالك لا اخد بالك التلاتة اللي في وسط ملعب مع الدور دفاعي دور دفاعي هيبقى في حالة الدفاع هينزل اتنين بتاع الطرف دول يلعبوا مع مع اللعيب اللي بلعف في القلب وتتقلب الطريقة الاربعة تلاتة تلاتة في الحالة الدفاعية معندك سبعة في خط الدفاع انا بس بقول كده ليه لانك انت لازم ان انت تقدر تستخدم الامكانات بتاعتك اللي موجودة امكانات اللعيبة بتاعتك اللي عالية جدا 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 واخد بالك انت في بعض الاوقات محتاج توظيف اللعيبة بامكانياتها يعني انا نهارده حمدي فتحي ممكن انها في خط الدفاع تمام قدام الاربعة الموجودين اتنين الاتنين والباك رايت والباك ليفت قدامهم حمدي فتح وتلعب اتنين في نص ملعب واحد عنده امكانيات دفاعية ما واحد عنده امكانيات جميع قابلين الاتنين ان هم يرجعوا في الحتة الدفاعية خد بالك انت دايما انت المدرسة اللي بيشتغل عليها بايلر لو ركزت المبارات الزمالك هي مدرسة ضغط الامام من الخطوط الامام من التلت الامام تب تضغط دايما من التلت الامام فانتر مش محتاج اللعيبة تلعب من المنافس راس المسلس بلايميكر هنا يقدي دوره قدامه اتنين من نوعاتنا ازارو فرودة ازارو صلاح مصن ازارو مروان هل الشكل ده بينتهي خلاص في العالم ما بقاش مؤثر ما بقاش موجود ومش مفيد مصن لما جوار ديولة يغيره هيتغير يعني لما جوار ديولة يبتدي يغير المدرسة دي هيتغير تمام لان هو اللي هو صاحب المدرسة بتاعت اربعة اتنين تلاتة واحد واربعة تلاتة تلاتة هو صاحب المدرسة اللي هو دايما المسلس قاعدته لعيبة الوصف المهاجم ورأس المسلس هي الفرود بس الزبط والتنين اللي بلعبوا قدام هم دول اللي بيسجلوا الاهداف هم دول اللي هدفين بتوع الفريات لما اخد بالك هو بيدور في الفرقة اللي بيروحها بيجيب اللعيبة اللي تناسب فكره لكن النهاردة بتختلف مع واحد على عكس واحد تاني النهاردة جوار ديولة بيدور على واحد زي دي بروين بيعرف يعمل حتتين بيلعب مدفلدر وفي نفس الوقت بيسجل الاهداف بيعمل أسست تمام بيدورة راحت زي رحيم ستيرلينج بيعرف عنده سرعات وعنده امكانات ان هو يسجل الاهداف ناحي التاني الراد محرز او برناردو سالفا الاتنين بيعرفوا يسجلوا هداف ويصنعوا هداف عنده مان تارجت بس دايما هو بيشتغل على الفرود الصريح مش الشادو سترايكر يعني دايما بيشتغل الحت عشان كده النهاردة شايفين اجويره هو المحط الرئيسي يعني اجوير انا بشوف ان اجوير اقربهم للفرود الصريح اقربهم للرقم تسع فيه فرقة تانية بتلعب بنفس التشكيل بس ما عندهش نفس الامكانيات عشان كده ممكن تحس نفس الطريقة نعم نفس الطريقة بس ما عندهش نفس الامكانيات يعني ليفربول بلعبه بطريقة مختلفة ليفربول 4-3-3 يعني مش 4-2-3-1 زي المانستي ما بيلعب لا بلعبه 4-3 هاي المكانيات بتاعتهم دايما ما بيعتمدش على بليميكر يعني دايما في ليفربول ما عندهش البليميكر صنع العلعاب اللي يقدر يمسك ويباص لا هما بيعتمدوا على السرعات اكتر هو الاكتر في التلقاء واللاتة اللي بيقدي الدور ده فرمينيو لكن في النهاية بيلعبه تقريبا على خط واحد فرمينيو صلاح وما نيه بص فرمينيو بص فرمينيو يعني هو رقم تسعة بس ما بيقومش برقم تسعة او هو بيسقط تحت شوية بيلعب على طرف شوية بس مش لتحت قوي يعني مش تاعة البليميكر بتاع الفرقة برضو لان هما دايما بيعتمدوا على السرعات اكتر وما فرقة عندها يعني انتقال سريع جدا طب غير غير كل ده وفاجئ نادي الزمالك اعتقد انها كانت مفاجئة الفريق الزمالك والجهاز الفني في مطش السوبر انه ما يبدأش بولا اسمه من الاسماء اللي بتلعب فرودة في الاهلي اللي هو رقم تسعة ولا ازارو او مروان محسن او صلاح وبدأ باربع لعيبة وحتى اجاية جنب التلاتة افشا وحسين الشاحات ورمضان صبح وده نجح جدا في انه يعمل ضغطي كبير جدا على فريق الزمالك انه بيلعب باربع لعيبة من اللي عندهم قدرات هجومية عالية وعندهم مهارات وعندهم قدرة الدريبلنج او المراوغة الطريقة دي نكحت جدا في المباراة دي شفت بداية الاهلي في مطش الزمالك اخذ بالك ما انا قلتلك عشان المدرسة بتاعته او الفكر اللي بيفكر فيه هو الضغط من الحتة من النواح الامامية انه اللي بدغط من قدام عند دفاعات الزمالك القدام من خطة من التلتة الامامية وده بتفرق اخذ بالك مع بعض المدربين محتاجة لعيبة بالامكانيات دي عمرو السلية في المباراة دي ممكن عمرو السلية مش شفتوش كتير فاية لكن المباراة دي كان فاية جدا جدا كان بيلعب صح اخذ بالك اول مرة الاثنين المدفلدرز بتوع النادي الاهلي ما بلعبوش على خط واحد دايما كان واحد متقدم هو كان دايما عمرو السلية في الحتة دي متقدم عشان يعمل عملية الضغط النادي الاهلي كان التحول بتاعه سريع جدا من حتة الدفاعية لحتة الهجومية كان لما بيدغط كان بيتحول بسرعة جدا اللعيبة عندها مهارة وعندها سرعة انت اللعيبة اللي على طرف الملعب الاثنين الموجودين سوى اذا كان رمضان صبح او الشحات عندهم مهارة وعندهم سرعة الحقيقة افشة في المبارادي عمل مباراة رائعة جدا 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 كان حلقة فعلا وصل ما بين اللعيبة الدفنس واللعيبة الفرورز اللعيبة في الهجوم عشان كده لقيت النادي الاهلي بشكل مختلف شوي الخطوط كلها متقربة بعضها النادي الاهلي كان بلعب حوالي تقريبا 40-45 متر في كل الملعب وفي ناس كتير شايفة الدويتو ده حمدي فتحه وعمر السلية بيرجع سيناريو يعني من افضل ويشبه افضل الدويتوات اللي لعبت في المركز ده في طريق الاه القدرات الاثنين والميكس في طريق اداءهم حمدي فتحه واتقانه الشديد للدور الدفاعي وانه بيحرز اداء في حيانا وعمر السلية اللي بيقوم بالدورين بيقدر يلعب في بعض الاحيان بيتقدموا عنده جورة هجومية وكمان هافض فيندر قوي جدا من عشان كده بقولك المدرب لما يقرى اللعيبة بتاعته بسرعة عوي بيقدر يستفيد منهم بسرعة جدا يعني انا مبارزة اي كده حطيت السلية قدام شوي حطيت حمدي فتحي في الحتة الدفاعية الخط الدفاعية بس مش على خط واحد دايما في ميلان الميلان ده في عمر السلية اللي قدام دايما في الحتة اللي قدام عشان يبتدي يضغط حيات الزمالك بص يعني عشان تقرى الفرقة اللي قدامك بشكل كويس قوي وتلعبهم بالشكل داي بانت قدام مدير فني بيخطط كويس يعني النهاردة مستر فيلر اكيد شاب فرقة الزمالك عارف ان اهم العناصر المميزة كدفرة الزمالك هي الحتة اللي في القلب طريق حامل فرجان الساسي هم دول اللي بيشتغلوا هم دول اللي بيصنعوا لنادي الزمالك الهجمات هم دول اللي بيقطعوا وبتدي فرجان الساسي يشتغل لما تبتدي تضغط عليهم النص ملعبهم ويبقى عندك كسافة عددية في نص ملعب نادي الزمالك ما تديش فرصة لنادي الزمالك إن هو يبتدي يشتغل الكرة الطبيعية بتاعته أنت عملت شلل للعيب تنات زماني لأن الكرة ما كانتش بتوصل للخط الأمامي بسهولة كرات التي كانت بتوصل للخط الأمامي كانت بتوصل كرات كلها طويلة عشان كده مش فناش خطورة نابل زماني طول الشوط الأولى والله الحد تقريبا ديئة ستين مسيطرة على المبارات تمامي أنت بقى خلاص أنت تصابت تصاب منك اتنين لا لا ما بنكلمش عن الجزء الأخير من المبارات لكن أنا بكلمك في طبيعة الأداء وطبيعة اللعب أنك درست الخاص من كواس أوفة بتاعت تشتغل عليه ناكحة الخطة دي مع النادي الأهلي بالشكل ده لأنك قدرت توظف إمكانيات اللعيبة اللي عندك صح قدرت تستغل عمر السلية في الحتة الأمامية يبقى لعيب بيضغط من الحتة الأمام حمدي فتحي كان هو الستارة أو الكافر على لعيبة نص على لعيبة النص ملعب واللعيبة اللي بلعب في الحتة الأمامية هو اللي كان بيعمل التغطيات سوى زي كان ناحة اليمين أو الشمال التقدم بتاع يمكن أحمد فتحي وعلي معلول كان بحسابات في المباراة دي وعلى فكرة يمكن أنا بقول يعني ميستر فيلر يعني إدانا وجه جديد وصورة جديدة لعلي معلول في المباراة دي يمكن إحنا دايما متعاودين العلم بالضبط إن علي معلول دايما طويل في المطش طول الوقت لكن النهاردة لعيب عنده لا عنده إمكانات كبيرة في الحتة الدفعية التزم بشكل كبير قوي نهاردة ما شفناش حمد النجاز فولة كرة بلعب في الخط الهجومي يمكن لو تتذكر السنة اللي فاتت كانت الأمور مختلفة شوية كان حمد النجاز كان من أفضل للعيب كان عرضيات كتير في المباراة في الموارات الأم الزمان معلول أدى نهاردة علي معلول اكتشفنا أن العيب عنده إمكانات دفعية كبيرة جدا كان واقف صح متمركز بشكل جيد حتة الدفعية أدى بشكل جيد جدا جدا ودي يخد بالك برضو تحسب للمدير الفني لأنه أخد لك أنا بطبيعة أنا بهاجم أفضل أهاجم لكن لو أنا أنه أرضى المدير الفني إداني يعني تكليف معاين تكليف الحتة دي أقدر بساعدة أنه أنا أكتشف نفسي في المكان ده وفتحي كمان أدى مباراة بشكل رائع جدا مالك أكثر رائع سواء دفعيا أو جميا من أفضل اللعيب اللي موجودين طبعا طيب خلينا نتكلم شوية عن تصريحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا كتن وليد صلاح الدين أصدقاء زملاء ملعب وخبرات كبيرة رأيوا أن النادي الأهلي حاليا بعد الصفقات الجديدة بيقولوا بيكلم كمان عن الجنود المجهولة اللي عقدت الصفقات دي وخططت بالشكل ده بيقول أعتقد أن الأهلي حاليا بيمتلك أفضل مجموعة لاعبين في مصر وفي دوري أبطال الأفريقي رأيك إيه في كتاب طبيعي أخذ بالك إحنا كل سنة بنمتلك نفس العناصر بس هي الفكرة كلها مش فقط أنك تمتلك عناصر جيدة الفكرة كلها أنك يبقى عندك العناصر دي تبقى مكملة لبعضها أنا يبقى ممكن يكون عندي أحسن ثلاثة فراودة ملعبش غير بفرد واحد وأحسن ثلاثة بنص مالعب ولعب واحد بس تمام لكن النهاردة أنا عندي في كل مركز اتنين مهمين جدا 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 يعني النهاردة النادي الأهلي ممكن من سنتين كان عنده صغرات في بعض المركز وكانت صغرات واضحة للجميع كلها في الميت فلدر كان عنده صغرات في الحتة دي في السنتر فلدر كان عنده صغرات في المكان ده في المساكين في المساكين كان عندنا صغرات في الحتة دي كان عندنا صغرات واضحة للجميع النهاردة النادي الأهلي بالتعاقدات اللي عملها يمكن الحياة من يناير اللي فت بيحاول ان هو يعمل فرقة متكاملة مفيش طبعا فرقة متكاملة على مرة العصور في اي فرقة في العالم يعني تمام لكن بتحول يعني تصل لنسبة 90% من اكتمال العناصر بتاعتك يعني كالنادي الاهلي من يناير لحد النهاردة لحد يعني ما تقفل البابل اللي انتقاط ما تقفل في شهر 8 اللي فت اخد 8 والنادي الاهلي ممكن عمل صفقات فعلا في اماكنها عشان كده احنا بنقول ايه احنا الكلام اللي اتكلمنا قلنا ان من افضل الحاجات اللي اتعاملت في شهر 8 الصفقات اللي هي اللي جات يعني مجدي افشا محمود متولي العناصر دي بقى تأساسية في ملعبات الماثرة خد بالك هما جت 3 صفقات اتعاملوا في شهر 8 اللي فات هما 3 اللي انت محتاجهم هي الموضوع مش بالكثرة مش ان انا جيب 40 لعيب وعاد 20-30 منهم برا على خط على ديكة البودلاء الفكرة كلها ان انا بجيب اللعيب اللي في مكانه هي دي الميزة وفيه تجارب للنادي الاهلي في فترات سابقة كان بيبقى فيه تعاقدات بعضها مميز وبعضها ما بينجحش حكيب ما بيشاركش وبيعود فترة وبيقالوش مكانه وبيبحث له عن تجربة خارج النادي الاهلي المميز في الصفقات دي انها خلت 50% من الفريق من اللعيبة الجداد خد بالك مين فيه خمسة في الملعب من اللعيب اللي جات حسين الشحات بيلعب حاج دي افش حمدي فاتحي مجدي افش ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم حمد متولي هما خمس أليو ديانج في الموضوع يعني كلم عن ست لعيبة جداد في النادي الاهلي طبيعة الحال وهو طبيعة الحال يعني انا لما اجيب لعيب لازم يكون شايفه انه ممكن يستحق انه يكون موجود لازم يكون شايف شخص شخصية بتاعته وقدراته الفنية تسمح لي انه يلعب يعني انا دايما بقول ايه بقولي الانديها الكبيرة لما بتتعاقد بتدفع أرقام كبيرة عكس اي نادي تاني يعني انا النهاردة لو بشتري لو فرقة انا انت تشتري اهليو ديانج مش هيدفعه فيه زي الاهلي ما بيدفع لان النادي بشتري بقيمته وضوضع طبيعي قد بالك يعني لكن انا وانا بشتري ببع عندي تقييم مختلف شوان يبقى انا شايف ان اللعيب ده ممكن في وقت من الاوقات انا بشتري بجنيه النهاردة او بمليون دولار اللعيب ده بعد سنتين تلاتة ممكن يجيب لي تلاتة عم هو الاعتقد اللي الناس منطمناله او يعني ما يسعد جماهير النادي الاهلي ان الصفقات مؤثرة بتشارك وعمل فرق في المعارض اكيد يعني الفريق كمان اللعيبة الجديدة تأقلت الفريق جدا وشاركت ومع النجوم الموجودين قبل انتقال الاسماء الجديدة دي الفريق بقى بنتكلم في 50 او 60% من قوام الفريق اسماء جديدة كلها مؤثرة كلها بتشارك والجمهور راضي عن مستوها دليل ثقت فيلر في اختياره لهم في المباراة السوق بص خد بالك انا عايز اقول لك على حاجة يمكن دي من الحاجات اللي انا كنت تبقى نادي بيها من زمان بقول مش دايما تسيب المدير الفني اللي اختار يعني انا بقول الفرق الكبيرة لما بتيجي تتعاقد مع مدير فني خد بالك مش عايز اقول مجهول الهوية ولكن بتتعاقد معي سنة بسنة موسم بموسم يبقى انا دايما انا الاختار انا كنادي انا الاختار ليا دور في التحقيق طبعا انا طبعا لانا النهاردة انا جبت مدير فني ما قداش بشكل كويس لم يوفق هيمشي ودوح الغير فكرتني بكلامك قلت كلام مهمة اوي حاكونا منك تتكلم تريبا من سنة وكان عندك تحفظ قلت انا بتمنى شوف ان الاهلي لما بيختار العيب بيختار صبقات سوبر عايز اللعيب اللي يجي اللي هو جاي زي اللي موجود عندنا في النادي واحسن صحيح جاي شارك ويضيف او بلاش تعاقد معاه كنت بتتمنى تشوف ده عشان كنا منتكلم ان محتاجين الصفقات قبل انتقالات يناير عشان كده بقولك انا الشيء اللي اسعدني السنة دي انك انت اللي بتختار كنادي اهلي لان انت لو سبت المدير الفني يختار وفشل المدير الفني مع اختياراته هتبقى انت اللي في النادي هيدفع تمن ده والمدير الفني اللي حيجي بعض ويدفع تمن ده كمجلس ادارة وانت في الاخر كنادي انت اللي هتدفع تمن سوء اختيار المدير الفني في الاول في الاخر المدير الفني بيمشي وتصحيح ده بيبقى عبق على الجهاز الفني اللي جايب عليك ماديا عبق عليك عددا كمان لعيبة اللي انت بتختارها دي خلاص ممكن يحصل فيه بعض المشاكل وبعض زي ما شفنا في قانديها كتير جدا بيحصل مشاكل مادية حول الامور المادية والاختلاف وبعندك مشاكل في القايمة بتاعتك سواء زكاة القايمة الافريقية والقايمة المحلية لكن انت لما تختار انت خلاص عندك العين الرؤية خاصة ان انت يعني اللعيبة الافارقة بالنسبة لك مش محتاج تغير فيهم كتير لان هما لعيبة امكاناتهم كبيرة امكانات عالية تعدك الخمس لعيبة تقريبا اربعة منهم بيلعبوا يعني تقريبا في المعلعب يعني والباقي كله مصريين فانت عندك عين تقدر تشوف وتقرر مين اللي عنده الامكانات ان ينضم للنادي لها يعني انت استنادي عشان كده بقولك انت استنادي عملت تلات تقريبا تلات صفقات تقريبا يعني التلاتة بيلعبوا يعني جبت مجد افشا بلعب اساسي محمد متولي اليو ديانج دي صفقات قالوا يدانجليسة طبعا في مرحلة الاداد مع الفرع ولكن اثنين من التلاتة النهاردة بيشاركوا بشكل اساسي مع النادي هي دي الحاجة اللي انا كنت دايما بطالب بيه ان يا جماعة اللي يشتري مش المدير الفني اللي يشتري هي لجنة بتدير الكرة القادمة في النادي لانها المسؤولة بعد كده لان بعد كده المدير الفن هيمشي محمود وحيد كمان عشانا من اللعيبة اللي جات في انتقالات محمود وحيد محمود وحيد مستوى رائع يعني برضو من الاختيارات الجايدة جدا في مجموعة اللعيبة اللي نرمت في انتقالات يناي أنا بشوف انك انت الموسم ده سوبر في استفقات من وجهة نظر الشخصية حتى اللعيبة اللي تصابت حتى هل الاهلي اصبح جاهز او بيمتلك العناصر اللي تخليه يرجع بقوة في افريقيا الموسم ده كابتن بلال بشكل كبير ده اخر سؤال هنختم به ايه اللي محتاجينه اللي بتشوف ان بتتمنى تشوفه من الجهاز الفني واللعيبة في الفترة الجاية علشان ان شاء الله يبقى سيناريو مشوار الاهلي في بطولة الافريقية افضل كتير من الموسم ده كابتن محتاج حاجة واحدة بس ان المدير الفني يدرس افريقيا بشكل كويس قوي يشوف الاجواء يتعرف على الاجواء الافريقية الملعب الافريقية بشكل كويس وده اللي محتاجينه احنا عندنا الامكانيات عندنا اللعيبة تبص على كل اللعيبة اللي موجودة في الملعب كلهم عندهم خبرات افريقية فبالتالي انت ما عندكش مشكلة في الحتة اللعيبة مشكلة بقى في المدير الفني انه يتعرف على افريقيا بشكل كويس قوي يدرس افريقيا يشوف المباراة النادي الاهلي لعبها سوى اذا كان المباراة اللي فيها ظلم التحكيمي او المباراة اللي بتلعب اي شوف بقى الشكل اللي بتوجينا في الاخوار شوف الاجواء فقط الافريقية وده مشكلة معتقدش ديها هتمثل مشكلة بالنسبة للمدير الفني انه يتعرف على الامور دي دور الستاشر قادم هتبقى فرصة جيدة لمستر ريفاير انه يتعرف بشكل جيد جدنا على البطول الافريقية واعتقد ان شاء الله لو استمرين مشكلاتها اللي احنا بنواجهها دايما الحر بقى والمسافات والصفر والاخطاء التحكمية عدم موجود الفارف وبعض المباراة حاجات الابنواجهها افريقيا صعب لسه برضو افريقيا قدامها شوية عشان يعني تصل يعني لجزء كبير جدا من اوروبا عشان كده بقولك لو المدير الفني قدر في الدور الستاشر انه يتعرف بشكل كبير على الاجواء الافريقية اعتقد بتعرف الافريقيا وشكل اداء الفرق الافضل شوية بالافريقيا اللي هي بتبقى منافس حقيقي للنادي هي هي الاجواء الافريقية ما افضل توظيف لنجومنا اكيد طب لا هو هو عمل ده من البداية هو عمل ده كويسا هي الفكرة كلها انت تتفرج على الموراة اللي جاية اعتقد هتشوف فيه ثبات لحد ما في التشكيل هتشوف فيه ثبات في المستوى اللي حد ما كبير جدا من نسبة للعيبة اللي بتلعب التغيير هيبقى على أضيق الحدود لسيبقى فيه تغيير يعني المجد ناظري النهار جدا لا بيتبع السياسة انه هيبقى فيه تغيير لانه كمان ما يال لفكرة ان اي ظروف او نتيجة او طبيعة منافس تسمح بانه يجرب عدد من اللاعبين اللي مش بيشاركوا بيعمل اكيد ودي ميزة على الفكرة دي ميزة وتخلق نوع من النوع التنافس داخل اللاعب خلي فيه حافظ عند كل اللاعب بالزبط بشكرك جدا على جودك معنا كابتن احمد بلال نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا اسعدتنا بجودك معنا نهاردة وبشكرك شكرا شكرا جزيلا لك بشكر حضراتك على المتابعة نهاية هذا اللقاء وهذه الحلقة من حلقات الاهلي الليلة وبشكر ضفنا ونجمنا الكابتن احمد بلال شكرا على حضراتك على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة